العلاقات المهمة بقى جداً اللي هي ركيزة أهم شيء في اللي أنا حقوله ده كله في النسبة للوضع الدولي والإقليمي للتعامل مع كل الإشكاليات هو المسلث المصري السعودي الإماراتي طبيعة العلاقة ما بين الزعماء الثلاثة ما بين الدول الثلاثة التنسيق فيما بينهما رغم وجود عناصر تنافسية وانا هنا ما بهزا فيه عناصر التلاتة ليهم علاقة بالغاز أو بالطاقة أو بالبترول أو بالسياحة أو أن يكون هاب ومركز إقليمي ده مهم جداً فيما يختص بالبيزنس لكن لازم يكون منظم بحيث أنه لا يؤدي إلى أي إشكالات في نفس الوقت فيما يختص بالأمن القومي ده هو العدد الوحيد اللي ممكن يقف قدام فراغ أمريكي جنون إيراني ويرضع حد ممكن يعني إيه يكون عنده حالة إصلاح مؤقتة زي أردوغان وبعدين لما يفوق من فوق ويعدي الانتخابات والدنيا تبقى حلوة يرجع تاني لفكرة إيه أنا العثمانلي أنا المتوسع أنا المتوسع أنا كذا وبوارجه تمشي في شرق البحر المتوسط وتهدد ويرجع في ليبيا تاني وكل الحاجات دي تاني فمن هنا مهم جداً كلما زاد التنصيق والتعاون والتفاهم بينما يعرف بمحور الاعتدال العربي ده مهم أمام مشروع عندنا ثلاث دول غير عربية تهدد المنطقة وهي إيران إسرائيل تركية دول مش عرب يعني أنا مش عنصري بس دول مش عرب المشروع العربي يديره أبناء المنطقة العربية وحكام المنطقة العربية وشعوب المنطقة العربية لكن يتم تلزمني تلزمنا للإيراني دي كارسة تلزمنا للتركي دي كارسة تلزمنا للإسرائيلي دي كارسة نتعامل معهم نقيم علاقات جيدة نبيع نشتري نتفق نختلف إيران عايزينها تلتزم داخل حدود تركيا لا تلعب لعبة التطرف إسرائيل تراعي حقوق الشعب الفلسطيني وما تعربتش في المنطقة كل المسائل دي ناخد وند فيها لكن إن حد يجي يقول لي أنا عايز أدير المنطقة لا